أيضاً كمان بنقدم العزاء للكابتن أمير توفيق مدير التعقدات بالنادي الأهلي أثناء الاجتماع والنادي الأهلي مجتمع والكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط والكابتن أمير توفيق جالوا تليفون خبر وفاة والده الله يرحمه أمير طبعاً تلقى الخبر كان الرجل منهار في البكاء إحنا من هنا من قناة الأهلي بنقدم له العزاء ربنا يصبره يا رب ويرحم والده أنا كنت أعرفه على المستوى الشخصي وكان أمير لسه ولد صغير وكان بيحضر التمرينات في ناشئين النادي الأهلي وكان دايماً حريص أن يكون موجود معاه ويجيبه التمرين ربنا يرحمه طبعاً شايفين كابتن محمود الخطيب وأيضاً متواجد فعزاء والد الكابتن أمير توفيق والأستاذ طارق أنديل ومجلس دارة النادي الأهلي وده الدعم والمسندة وده النادي الأهلي لما بيكون فيه ظروف حزن الناس كلها بتوقف جنب بعضها الأستاذ جمال جبر مدير مركز الإعلامي لما بيكون فيه فرح الناس كلها بتوقف جنب بعض وهي دي عائلة النادي الأهلي رغم الظروف الصعبة كابتن محمود الخطيب وفاة شقيقته طبعاً الكابتن إسلام الشاطر أيضاً متواجد دلوقتي في عزاء الكابتن أمير توفيق رغم الظروف الصعبة وفاة شقيقة الكابتن محمود الخطيب ووالد الكابتن أمير توفيق لكن العمل مستمر داخل النادي الأهلي العمل مستمر داخل النادي الأهلي الاجتماعات منعاقدة داخل النادي الأهلي على مدار 24 ساعة خلال الفترة أنا أتكلم حضراتكم فيها دي العمل مستمر والاجتماعات مستمرة وبطمن جمهور النادي الأهلي بطمن جمهور النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر